وصلت مجموعة من المستلزمات الطبية الصينية تضم مليون قناع وجه ومئتي ألف مجموعة اختبار إلى لشبونة بالبرتغال بهدف دعم البلاد ومساعدة هيئة الصحة الوطنية البرتغالية على التصدي لجائحة فيروس كورونا وكانت الصين قد قامت بإرسال معدات الحماية الطبية للعديد من البلدان المتضررة بكوفيد-19 بما فيها إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الإمدادات الطبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الضرف العصيب الذي تجازه البشرية وكانت وزارة الصحة البرتغالية أفادت بتتجيل 6408 حالة إصابة مؤكدة و140 حالة وفاة وغالبية حالة الإصابة التي تم التحقق منها ما زالت تتركز في شمال البلاد كما كانت الحكومة أعلنت في التاسع عشر من مارس الجاري حالة الطوارئ في البلاد لتجنب تفشي الفيروس